اشتركوا في القناة البيانات تنقسم الى انواع بيانات نصية ومنها بيانات رقمية البيانات الرقمية هي البيانات المتكونة او بصورة اشمل هي النصوص المتكونة من ارقام هذه ارقام العربية والارقام الهندية كيف ننسق هذه البيانات وكيف نتحكم فيها لان اول وتالي الاكسل هو برنامج حسابي برنامج حسابات حسابات ما اقصد بي انه حسابات المالية لا اقصد بي يعني يقوم باداء حسابات عمليات حسابية والعمليات الحسابية مثل ما نعرف هي بالاساس الصير على الارقام طبعا ممكن الاكسل يسوي عمليات حسابية ايضا على النصوص لكن الوظيفة الاساسية هي انه الاكسل يسوي حسابات عمليات حسابية على الارقام فالاكسل هو برنامج لاجراء العمليات الحسابية وليس فقط هو مجرد برنامج ادخال للمعلومات او ادخال للبيانات كما هي لا احنا اريد ان الاكسل يقوم باجراء عمليات دوال معينة ووظائف معينة على الارقام حتى ينتج عمل اوتوماتيكي او عمل مؤتمة او مثلا اريد من عنده القيام بادارة موضوع معين بصورة اوتوماتيكية اي القيام بالحسابات فبالتالي يراد انه نتعرف على الارقام وكيفية تنسيق الارقام حتى نعرف كيف تجرى الحسابات عليها او كيف تجرى العمليات المختلفة عليها نلاحظ هنا هذه امثلة امامكم طبعا لا تهتموا للتنسيق لحجم الخط لعرض الخلية هذا نتحدث به اتباعا ونعرف ان شاء الله بالامثلة شلون نسوي لكن هو هذا المثال هو فقط لعرض الاختلاف بين الارقام بين البيانات الرقمية لاحظ هنا رقم 12 رقم طبيعي هنا ايضا رقم 12 هنا ايضا رقم 12 هذه كلها ارقام 12 لكن بصيغ مختلفة ما الذي يختلف بين هذه الصيغ او هذه التنسيقات لرقم هو نفس الرقم لكن ما الذي يختلف فيه وكيف سيتعامل معه الاكسل في الحقيقة مثلا هذا اول رقم هذا 12 هنا هذا تنسيق يسمى داخل الاكسل تنسيق عام يعني رقم مجرد رقم عادي طبيعي مثل ما نكتبه بايدنا هذا رقم هو تنسيق هو تنسيق رقمي يأخذ الاكسل يأخذ هذا الرقم على انه هو رقم فقط تنسيق رقمي لا يمكن ان يؤول الى شيء اخر يعني مجرد 12 يعني هذا الرقم ما يعني 12 دولار او ما يعني 12 قلم او ما يعني مثلا يعني الشهر 12 او اليوم 12 او الساعة 12 لا ما يعني شيء فقط انه هو مجرد رقم نعم هو رقم وليس نص لكنه رقم عام ممكن ان يعني اي شيء هنا هذا الرقم يعني عملة هذه 12 على يسارها او على اليسار علامة الدولار هذا معنى انه هذا الرقم يمثل 12 دولار هذا الرقم ايضا هو عبارة عن هنا علامة الدولار لكن نلاحظ ان علامة الدولار اتخذت الجزء اليسار من الخلية يعني على يسار الخلية وليس على يسار الرقم مثل تنسيق العملة هذا يسمى بالمحاسبة بالمحاسبة يعني مثلا اذا هذا الرقم يعني نسبة ربح يعني مصرفات معينة مثلا فيكتب بهذه الطريقة في الانظمة المحاسبية هذا الشيء خاص بالfits هذا الرقم واضح ان هذا الرقم هو عبارة عن تاريخ والتي هنا يسمى بالأكسل بالتاريخ القصير او التاريخ المختصر هذا هو نفسه هذا التاريخ لكن ايضاں تاريخ هذا لكن يسمى بالتاريخ الطويل او التاريخ المطول هنا هذا التنسيق هو واضح أنه ساعة يعني توقيت وقت تايم هذا 12 تمثل الساعات وهذا يمثل الدقائق وهذا يمثل الثواني والأي أم يمثل أنه صباحا هنا هذا الرقم يمثل نسبة مئوية يعني 12% هذا الرقم هو تنسيق علمي كتابة الأرقام العلمية بهذا الشكل يعني رقم مرفوع إلى أس هذه هي صيغة أو تنسيق علمي وهنا هذا الرقم عبارة عن نص وليس رقم هذا نص يتم التعامل معه في الأكسل على شكل نص هذا ماذا يعني هذه أنواع الأرقام وكيف نقوم بإدراجها وكيف نقوم بالتعامل معها هذه كلها حقيقة من خلال تبويب الشريط الرئيسي تبويب المجموعة الفرعية أو التبويب الثانوي اللي هو تبويب رقم مثلا أردنا هنا كتابة هذا الرقم 12 مجرد أنه ضغطنا على خلية وكتبنا 12 هذا الرقم نريده أن يأخذ تنسيق معين نلاحظ أنه الأكسل يعطينا تنسيقات مختلفة للأرقام يعني إذا حددنا هذا الرقم مثلا وطبعا هذا الرقم خلي يعني ممكن النصوص داخل الخلية طبعا يمكن أن نتحكم في مثلا يعني عرضها حجمها مثلا وتنسيق الخطوط فيها يعني مثلا بهذا الشكل هنا التنسيقات اللي موجودة نلاحظ نفتح هذه القائمة المنسدلة تظهر أنه تنسيقات للأرقام التنسيق الافتراضي هو تنسيق عام لاحظ أنه احنا مثلا في هذا عندما نضع المؤشر لاحظ كيف يتغير التنسيق هنا هذا عمله هذا محاسب هذا تاريخ وهكذا التنسيق الافتراضي عندما تكتب رقم في يعني في الأكسل فيأخذ التنسيق عام تنسيق عام يعني لا يوجد تنسيق محدد هذا مجرد رقم ممكن هذا رقم يؤول إلى أي شيء ممكن أن يكونه عبارة عن رقم ممكن يكونه عبارة عن نص يعني يؤول لأي شيء رقم عام يعني رقم عادي طبيعي لكن إذا أردت أن يكون هذا الرقم على صيغة رقم ومن نقصة صيغة رقم صيغة رقم تأخذ كسور يعني أستطيع أنا كتابة كسور مثلا يعني 12 ونصف 12 وربع هذا الأمر لا يمكن أن يكتابته في التنسيق العام لذلك يجب أن يأخذ الرقم تنسيق رقمي حتى أستطيع التعامل معه أرفعه إلى أس أرضعه تحت جذر أضيف له كسور وغيرها من العمليات التي تجري على الأقرام يعني يجب أن يكون هذا الموضوع أو يجب أن يكون هذا التنسيق رقم هذا الموضوع مهم يعني لماذا أنا أجعل التنسيق الرقمي يجب أن أختار له تنسيق رقم لاحظ إذا اختارنا تنسيق رقم سيتحول الرقم لهذه الصيرة 12.00 يعني هذا الرقم 12 هذه الصفر صفر هي مسافة الفاصل أو مسافة الكسر أو حجم الكسر يعني هنا الكسر يعني يمكن أن يتحمل هذا الرقم من 12.00 إلى 12.99 ممكن أن يكتب بهذه الطريقة هنا خانتين بعد الفاصلة أو بعد الفارزة ممكن أن أضع أكثر من خانات يعني بعد الفارزة يعني إذا كان عندي رقم فيه كسر يتكون من ثلاثة خانات من عشر خانات من مئة خانة من خانة واحدة هذا يمكن أن نتحكم فيه لكن هنا تبرز أهمية جعل التنسيق رقمي إذا أردنا ربط هذا الموضوع سوف نتحدث به في المحاضرات اللاحقة إذا أردنا ربط أوراق العمل أو ربط الجداول مع بعضها أو أن هذه القيمة نجعلها مرتبطة مع جدول آخر في ورقة عمل أخرى في يجب أن يكون التنسيق رقمي يجب أن يتم التعامل معها على أساس أنه هي رقم هذا تنسيق الرقم طبعا لو نلاحظ أنه لنكبر عرض الخلية ولنجعل النص في الوسط لاحظ هنا هذه مثلا إذا أردنا كتابة هذا الرقم هنا مثلا 12.458.3.2.6 هذا الرقم طبيعي نلاحظ أنه لنزيد حجم الخط ونوضحه أكثر ونجعله متوسطا بهذا الشكل هذا هنا رقم طبيعي نلاحظ أن هذا الرقم يتكون من كسر وهذا الكسر بستة خانات هذه الخانات مع بعد الفارزة هنا يمكننا التحكم في هذه الخانات ونجعل منه نسخة حتى نرى تغييرات عليه هذا هنا لاحظ أن التنسيق عام إذا أردنا أن يكون التنسيق الرقمي أن يكون لهذا الرقم تنسيق رقم نتعامل معه كرقم لاحظ ماذا سيحدث تم اختصار الرقم بهذا الشكل لاحظ أنه هو هذا الرقم الذي هو يتكون من ستة خانات بعد الفارزة أصبح يتكون من خانتين بعد الفارزة مع تقريب الخانة الأخيرة إلى أقرب رقم لاحظ أن الرقم هو هذه الثمانية وخمسين ألف وثلاثمية وستة وعشرين تم تقيبه إلى ستين ألف يعني تم تقريب الستة الستة تم حذفها وتقريب الثنين إلى ثلاثة الثلاثة تم حذفها وتقريب الثنين تم حذفها وتم تقريب الثلاثة إلى أربعة الثلاثة تم حذفها وتم تقريب الثمانية إلى تسعة الثمانية تم حذفها وتم تقريب الخمسة إلى ستة وهكذا هنا تم اختصار رقم وتقريبه يعني هذا الرقم هو في الحقيقة هذا الرقم يساوي 12.4 5 8 3 2 6 هذا الرقم يساوي 12.4 6 وهنا تم تعويض هذه الخانات بأصفار لأن تم حذف الزائد من الرقم وتم تقريبه إلى أقرب مرتبة هنا هذا التنسيق الرقمي لاحظ أن هنا توجد خانتين فقط إذا أردنا زيادة عدد الخانات يعني أردنا أن يظهر هذا الرقم كله فبالتالي نستطيع من خلال هذه الأزرار لاحظ هنا هذا الزرعين زيادة العدد العشري وإنقاص العدد العشري زيادة العدد العشري معناها أزيد خانات بعد الفارزة وإنقاص معناها أنقص خانات لنقم بزيادة الخانات هنا لاحظ كيف ظهره الرقم 5 هنا لم يتم تقريب الثمانية لماذا التقريب أخوان التقريب إلى أقرب عشرة يعني يبدأ من الواحد يعني مثلا من الواحد إلى التسعة من الواحد أو من الصفر إلى أربعة هنا يتم التقريب على الخانة العشرية الأدنى يعني مثلا إذا كان لدينا واحد وعشرين فيتم تقريبها إلى عشرين إلى ثنين وعشرين إلى عشرين تقرب إلى أربعة وعشرين تقرب إلى عشرين فوق الأربعة يعني من خمسة إلى تسعة تقرب إلى الخانة المرتبة الأعلى يعني من خمسة وعشرين تقرب إلى ثلاثين من ستة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين تقرب إلى ثلاثين فهنا العدد الذي هنا ثلاثة ثلاثة لا يمكنها أن تقرب إلى تسعة هنا الثمانية يعني هنا ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون تقرب إلى ثمانون أم إلى تسعون تقرب إلى ثمانون طيب نزيد بعد العدد العشري ثلاثة أيضا على حالها الثلاثة لماذا لأن قربت إلى الثلاثين لأن هنا ثلاثين تم تقيبها إلى ثلاثين نزيد هنا أصبح الثلاثة لماذا لأن الستة وعشرين تم تقيبها إلى ثلاثين وليس إلى عشرين نزيد يظهر رقم كامل نزيد أكثر يظهر صفر في الخانات التي هنا باعتبار كل خانة فارغة بعد العشرين تستطيع إضافة الصفر والصفر لا يؤثر طيب الآن إذا أردنا إنقاص المسافة من هنا من خلال هذا الزرزر إنقاص العدد العشري لاحظ تم إنقاص الصفر الستة عندما ننقصها ستة سننقصها هي الستة أعلى من الأربعة أو أعلى من الخمسة فإذن سيضاف واحد إلى المرتبة التي تليها فستصبح ستة وعشرين ستصبح ثلاثين لاحظ أصبح الثلاثين هنا الصفر لكن الصفر لا يظهر في العملية في الكسر لأنه غير مهم طيب هنا ثلاثة إذا أردنا إنقاصها فستنقص لا تتحول إلى صفر وليس إلى واحد لأنها أدنى من خمسة فلاحظ تحولت إلى صفر ولا تزيد مرتبة على العدد الذي يليها هنا ثلاثة أيضا ستتحول إلى صفر ويضاف الصفر إلى الثمانية ليش لأن الثلاثة هي أقل من خمسة يعني هذا الرقم ثلاثة وثمانون عندما نقربه سيصبح ثمانون إنقاص المسافة هنا الثمانية هي أعلى من الخمسة إذن ستضيف واحد إلى المرتبة التي تليها فبدل ثمانية وخمسون ستصبح ستون هنا الستة ستضيف واحد إلى المرتبة التي تليها فستصبح بدل ستة واربعون ستصبح خمسون لاحظ إذا أنقصنا مسافة أخرى أصبحت بهذا الشكل وكذلك إذا أنقصنا المسافة سيختفي رقم الكسري كله إذن هنا التنسيق الرقمي نستطيع زيادة الخانات بعد الفارزة أو إنقاص الخانات بعد الفارزة مع أنه ملاحظة أن زيادة هنا ستكون بتحويل رقم ما تسمى بالعمليات الرياضية بغاوندينج يعني تقريب رقم إلى أقرب مرتبة عشرية طبعا هنا يمكنك أيضا من خلال تنسيقات أرقام إضافية لاحظ هنا تظهر لك هذه النافذة هذه النافذة تحمل تدسيقات إضافية لرقم مثلا هنا النموذج المكتوب هنا عدد المنازل العشرية مثلا هنا موجودة أربع منازل عشرية يمكنك التحكم فيها مثلا خمس منازل عشرية تستطيع أيضا استخدام فاصل الآلاف بهذا الشكل لاحظ هنا المعاينة ستظهر لك وهنا الأرقام السالبة يقول لك ستظهر بهذا الشكل مثلا هذا ضغط على موافق أصبح هنا خمس منازل عشرية وإذا كان هناك قم بالآلاف فستكون هناك فاصلة بين هذه الأرقام فإذن التنسيق الرقمي يأخذ هنا أكثر أو يأخذ هنا عندما انقاص المسافة أو انقاص العدد العشرية أو زيادة العدد العشرية فسيتم تحويل رقم إلى تقريب رقم إلى أقرب مرتبة عشرية هذه بالنسبة إلى التنسيق الرقمي نأتي الآن إلى تنسيق العملة تنسيق العملة مثلا لدينا هذا رقم 12 هذا رقم 12 لنقوم بتنسيقه أقليا تكبير حجم الخط وتوسيطه هنا نريد أن نعني أنه هذا 12 دولار طبعا نستطيع هنا كتابة علامة الدولار من الكيبورد ورقم 12 والضغط انتر لاحظ تحول تنسيق مباشرة طبعا برامج الأكسل يحول التنسيق مباشرة تلقائيا إذا ضغطت على العلامة أو إذا أدخلت أنت التنسيق من خلال الكيبورد يعني إحنا كتمنا 12 دولار طبعا رمز الدولار يكون على يسار الرقم وليس على يمينه 12 دولار هنا الأكسل رأسا يعني 12 دولار أن طهى التنسيق العملة كذلك إذا كتمت أنت رقم مثلا معين وأردت أن ينسق على شكل عملة فتضغط على من قائمة التنسيقات تضغط على تنسيق العملة سيتحول الرقم لهذا الشكل هذا 12 عملة وهذه المنازل العشرية يمكنك أيضا زيادتها أو إنقاصها أينما تجد منازل عشرية يمكنك زيادة هذه المنازل أو إنقاصها طبعا العملة أيضا إذا أردت تنسيقات أرقام إضافية وأنت واقف على العملة لاحظ أنه النموذج يعرض المنازل العشرية كم تريد المنازل العشرية تريد فيها منازل عشرية أو لا تريد يعني لحساب السنتات مثلا وكذلك يمكنك اختيار قائمة الغموز لاختيار رمز العملة الخاصة مثلا ببلدك أو بالعملة التي تتعامل فيها في هذا العمل الذي تقوم بإنشاءه فمثلا دينار عراقي أو مثلا دينار تونسي أو مثلا ريال سعودي وغيرها من رموز العملات يمكنك هنا التحكم برمز العملة فمثلا مثلا هذه الساخية الروسية الروبل الروسي وهنا معاين الأرقام لاحظ أصبح رمز العملة 12 روبل ومن خلال هذا يمكنك التحكم طبعا العملة هو هنا تنسيق نعم عملة لكن يمكنك إجراء الحسابات عليه يمكنك الجمع يمكنك إضافة الوظائف والدوال عليها لكن هنا التنسيق معناها أنه الأكسل يفهم أنه هذا الرقم هو عبارة عن عملة إذا أردت أن تتعامل معه بدوال مالية مثلا أو حسابية يعني سيفهم الأكسل أنه هذا هو عملة وسنتناول هذا الموضوع بالتدريج في المحاضرات اللاحقة هذا التنسيق الآخر هو تنسيق الحسابات يعني مثلا إذا هذا عندي رقم 12 لاحظ أنه لنكبر الخط لاحظ عند إضافة التنسيق عملة أصبحت رمز العملة على يسار رقم أما إذا أضفنا تنسيق المحاسبة فسيصبح رمز العملة على يسار الخلية ورقم على يمين الخلية هذا هو نظام محاسبي يعني إذا أردت استخدام هذا الرقم أو هذا التنسيق يمكنك من خلال هذه القاعمة استخدام الرقم وكذلك يمكنك زيادة وإنقاص المسافة العشرية أيضا هنا التاريخ هذا التاريخ يمكنك طبعا يمكنك أولا يمكنك إدخال التاريخ يدويا يعني مثلا إذا أردت إدخال تاريخ اليوم فمثلا اليوم شهر 11 يوم 17 يوم 17 شهر 11 في 2020 هذا تنسيق أو هذا التاريخ يعني التاريخ العالمي يكتب هكذا أو عند الولايات المتحدة يكتب هكذا الشهر في البداية ثم اليوم ثم السنة إذا ضغطت الآن على زر أنت لاحظ سيتحول التنسيق مباشرة إلى تنسيق تاريخ سيعتبر الأكسل أن هذا الرقم الذي أدخلته هو تاريخ وهذا التاريخ يمكن أن يكون استعماله في دوال التاريخ ووظائف التاريخ وغيرها من الأمور إذن سيفهم الأكسل أن هذا الوقت هو تاريخ كذلك يمكنك مباشرة إضافة تاريخ مثلا مثلا هذا الرقم إذا كتبت 12 وضغطت على تاريخ مختصر سيأخذ التاريخ يوم 12 في الشهر 1 في سنة 1900 طبعا يمكنك تنسيق التاريخ من تنسيقات أرقام إضافية لنزيد الحجم قليلا حتى يتبين تنسيقات أرقام إضافية لاحظ تنسيقات التاريخ يمكنك هنا اختيار التنسيق للتاريخ كذلك يمكنك إعداد التاريخ هل تريد التاريخ يعني كما موجود في الولايات المتحدة يعني الشهر ثم اليوم ثم السنة أو تريد تنسيقات مختلفة كما موجود هو في بلدك مثلا كذلك هناك أشكال مختلفة للتاريخ مثلا هذا الشكل أو هذا الشكل أو بهذا الشكل يمكنك اختيار أشكال متعددة للتاريخ وكذلك نمط التاريخ مثلا العربية العراق مثلا لاحظ أصبحت التاريخ بهذا الشكل عندما اختارنا العراق التاريخ في العراق يكتب مثلا بهذا الشكل اليوم ثم الشهر ثم السنة يمكنك التحكم طبعا بهذه الأمور كلها واختيارها من خلال تنسيقات الأرقام الإضافية سيظهر لك تنسيق التاريخ لتختار منه مثلا مثلا تاريخ في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية هناك تاريخ هجرية فإذا يمكنك اختيار التاريخ الموجودة مثلا في أصبح التاريخ هجري في المملكة العربية السعودية وهذا هو ما يخص أرقام التاريخ طبعا هناك أيضا صيغة أخرى للتاريخ هي الصيغة المطولة الصيغة المطولة اللي هي تذكر اليوم والشهر مكتوبا ورقم اليوم ورقم السنة فمثلا هنا كتبت رقم 12 واخترت له بعض التنسيق ومن ثم اخترته تاريخ طويل لاحظ هنا ما الذي حدث المفروض يحدث أن يظهر لنا هذا التاريخ لكن لماذا ظهر لنا بهذه الصورة شبابيك هنا هذه أحد المشاكل التي ممكن أن تواجهك في ملف الأكسل عند عملك في مصنف أكسل في ورقة عمل أكسل وهي أن بعض الخلايا أنت متأكد أنك أدخلت فيها النصوص أو بيانات لكن تظهر بهذا الشكل لماذا هنا هذه الخلية تظهر بهذا الشكل لأن النص الذي المحتوى في الخلية هو أكبر من مساحة الخلية طبعا هذا الشيء يمكن أن يحدث مع البيانات النصية لكن لا يمكن أن يحدث يعني يمكن أن تتقبله الخلية إذا كان هنا نص مثلا معين يعني كتابة نصية بلغة الإنجليزية بلغة العربية فممكن أن تعرض لك الخلية جزء من النص والنص الآخر تخفيه إذا كان النص أكبر من عرض الخلية لكن إذا كان التنسيق في الخلية هو عبارة عن تنسيق رقمي أحد تنسيقات الأرقام الموجودة في هذه القائمة وكان رقم أكبر من عرض الخلية فلن تعرض لك الخلية محتوى هذا رقم بل ستعرض لك هذه الشبابيك إذن كيف نعرض محتوى الخلية بكل سهولة بزيادة مساحة الخلية حتى يتم عرض الرقم لاحظ إذا قللنا المساحة أصبح الرقم هنا مرمز عبارة عن شبابيك هذا الأمر لا يحدث إذا كانت هنا الملف أو إذا كانت البيانات هنا نصية وسنرى ذلك لكن يحدث إذا كان هنا البيانات داخل الخلية هي بيانات رقمية بأحد تنسيقات الأرقام الموجودة في هذه القائمة فبالتالي إذا أردنا عرض الرقم فعندما تواجهك هذه المشكلة مجرد أنه زد من عرض الخلية حتى يظهر الرقم كامل لأنه تاريخ طويل لاحظنا تاريخ هذا الطويل Thursday الخميس 12 جنواري 12.1.1900 طبعا يمكنك تغيير هذا من تنسيقات أرقام الإضافية يمكنك طبعا اختيار تنسيقات أخرى كما عملنا في تنسيق الأرقام في الوقت التاريخ المقتصر ويمكنك كذلك تغيير هذا مثلا تكتب ليس Thursday مثلا Tuesday November 17 17 November 2020 بهذا الشكل أصبح لدينا هذا التاريخ بهذا الشكل هنا هذا التاريخ الطويل أو التاريخ القصير ويمكنك دائما اختيار تنسيقات التاريخ المختلفة من خلال هذه النافذة لعرض التاريخ هنا التنسيق هو تنسيق الوقت يعني إذا رأيت الرقم يظهر على أنه time على أنه وقت فمثلا هذا رقم 12 تريده أن تعني به الساعة 12 طبعا يمكنك كتابة هذا الأمر هذه التنسيقات كلها يمكنك كتابتها يدويا 00.00.12am لاحظ هنا أنه الساعة 12am هنا عبارة عن وقت لكن أيضا إذا أردت أن تدرج وقت مثلا هذا الرقم أردته أن يكون عبارة عن وقت فيمكنك جعل تنسيق له تنسيق الوقت لاحظ أيضا هنا لاحظ أنه البيانات هنا الوقت هو هذا النص نص الوقت الذي سيظهره أكبر من مساحة الخلية فيمكنك زيادته حتى تظهر الخلية كذلك يمكنك جعل تنسيقات من تنسيقات أخرى اختيار نموذج الوقت وكيف توقيت لأي بلد إذا كان بلدك وبالتالي الكثير من الخيارات التي يمكنك اختيارها هنا لنموذج الوقت طبعا والتنسيقات كلها أي تنسيق طبعا إذا أردت مثلا تنسيقات أن تجعلها لتكلمنا عن ذلك مثلا تحدد التنسيقات لمجموعة معينة من الخلايا فستأخذ الخلايا جميعها هذا التنسيق وبالتالي لاحظ هنا حتى في هذا الوقت أصبحت هناك زيادة تلقائية للوقت أيضا هنا النسبة إذا أردت عرض رقم على شكل نسبة طبعا يمكنك العمل ذلك من خلال كتابة بالكيبورد 12% لاحظ مباشرة دخلنا نحن رقم بالكيبورد لكن اتخذ التنسيق هنا تنسيق مباشرة أخذ تنسيق النسبة المئوية حدده الأكسل على أنه نسبة مئوية لأنك وضعت علامة النسبة المئوية كذلك يمكنك إضافة النسبة المئوية لرقم من خلال التنسيق النسبة النسبة المئوية سيظهر الرقم بهذا الشكل طبعا يمكنك إعادة كتابته وتعديله وتنسيقات أرقام إضافية يمكنك اختيار المنازل العشرية كذلك بعد النسبة أيضا هنا الرقم العلمي الرقم العلمي هنا المكتوب بصيغة 1.20 ES1 هنا هذا هو رقم 12 حقيقة لكن مكتوب بصيغة علمية فيمكنك مثلا كتابة رقم 5 مثلا هذا الرقم 5 تريده بصيغة علمية يكتب بصيغة علمية فيمكنك اختيار علمي أصبح الخمسة بهذا الشكل مثلا هذا الرقم هذا الرقم نريده بصيغة علمية لاحظك تم كتابته بهذا الشكل هنا معناه أنه هو 5.64 مرفوع إلى القوة 3 وهذا هو ما يعنيه رقم 5635 بصيغة علمية كذلك يمكنك أيضا أنه تحدد الرقم على أنه نص يعني هو هذا الموجود تقول الأكسل أنه هذا الموجود هو عبارة عن نص وليس رقم تعامل معه كنص والتعامل معه كنص معناها أنه انتهت صفة الرقمية عنه يعني لا يمكن إجراء العمليات الحسابية عليه لا يمكن إجراء الوظائف عليه نعم بعض الدوال قد تجري على النصوص تجري على الأرقام إذا حولتها إلى نص لكن هنا يعني معناه هذا الرقم هو عبارة عن نص محدد وثابت لا يمكن التعامل معه طبعا أيضا يحتوي الأكسل على بعض الأسرار الإضافية الأخرى ضمن تنسيق أو تبويب الفرع رقم مثلا هذا تنسيق رقم الحساب مباشرة بدون اختيار من المحاسبة يمكنك مثلا هنا رقم 12 أن تضيف له فقط هذه العلامة أصبح تحول إلى تنسيق محاسبة كذلك مثلا هذا رقم 40 إذا أردت إضافة نسبة له مباشرة هذا زر النسبة أصبح بهذا الشكل طبعا يمكنك تعديله هو يضيف صفرين لرقم وكذلك هذه الفارزة إذا أردتها أن تضيفها إلى الأرقام يعني من هنا أو سواء من الكيبورد يعني هذا هو ما يتعلق بتنسيقات الأرقام وكيفية التعامل مع الأرقام طبعا إحنا رح نتعامل مع الأرقام خلال البرامج اللي راح ننفذه ورح نعرف وظيفة كل هذه التنسيقات وكيف نجعل هناك أرقام نضيف لها تنسيق معين وهناك أرقام أخرى نضيف لها تنسيق آخر